موسيقى الرئيس السيسي يستقبل وفدا صينيا رفيع المستوى ويؤكد توافر فرص عديدة لتحقيق الاستفادة المتبادلة بين البلدين مدولي يؤكد أهمية الدورة الذي يقوم به صندوق التنمية الحضرية في تطوير العمران القائم والحفاظ على الطابع الحضري للمدن وموجات نزوح ضخمة للفرين من ناجورنو كارباخ تصل أرمينيا ولقاء أرميني أذري برعاية أوروبية في إسبانيا الشهر المقبل أسدس مساء بتوقيت القاهرة الثالثة بتوقيت الدرامي نشرة إغبارية مفصلة تأتيكم من التليفزيون المصري أحنا بحضراتكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرصة مصر على تعزيز العمل الجماعي الدولي بما يحافظ على السلم والاستقرار ويدفع في اتجاه إصلاح منظومة الحوكمة المالية الدولية وخلال استقباله وابدا صينيا رفيع المستوى برئاسة ليشي عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني أشهد الرئيس السيسي بالتجربة التنموية الصينية المتميزة مؤكدا توافر فرص عديدة لتحقيق الاستفادة المتبادلة للبلدين استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وفدا صينيا رفيع المستوى برئاسة السيد ليشي عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وذلك بحضور المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ وسفير الصين بالقاهرة صراح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد ليشي نقل خلال اللقاء تحيات وتقدير الرئيس الصيني شي شينبينغ للسيد الرئيس وهما مبادله السيد الرئيس بتأكيد خالص تحياته وتمنياته الطيبة للرئيس الصيني كما شاهد اللقاء تثمين الجانبين لعلاقات الصداقة التاريخية التي تربط مصر والصين على جميع المستويات الرسمية والبرلمانية والشعبية وتأكيد الحرص المتبادل على معصلة تطوير التعاون السنائي في ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين وفي ذات السياق أعرب المسؤول الصيني عن رؤية بلاده الإيجابية لما شاهدته مصر خلال السنوات الأخيرة من تطور تنموي اللافت يهدف لبناء قدرات الدولة ونهضتها منوها في هذا الصدد إلى جهود تطوير محور قناة السويس التي تعكس الموقع الاستراتيجية الفريدة لمصر بين الشرق والغرب والتحسن المضطرد في مناخ الاستثمار مشيرا إلى اتساق الرؤية التنموية المصرية مع مبادرة الحزام والطريق الصينية كما أشاد السيد الرئيس بالتجربة التنموية الصينية المتميزة مؤكدا توفر فرص عديدة لتحقيق الاستفادة المتبادلة للبلدين وجرى في هذا الإطار استعراض جهود زيادة التعاون في مجالات عدة من بينها التبادل التجاري وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والطاقة وكذلك السياحة والعمل المناخي الدولي أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه جرى تبادل لوجهات النظر بشأن سبل حفظ السلم والأمن الدوليين حيث عرض الجانب الصيني رؤياه في هذا الشأن وأكد سيد رئيس حرص مصر على الإسهام الإيجابي في التصدي للتحديات الراهنة التي تواجه المجتمع الدولي وتعزيز العمل الجماعي الدولي المشترك بما يحافظ على السلم والاستقرار ويدفع في اتجاه إصلاح منظومة الحوكمة المالية الدولية كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط حيث آرب الوفد الصيني عن التقدير للدور المصري الفاعل في استعادة وترسيخ الاستقرار والتنمية في المنطقة سواء من خلال مكافحة الإرهاب أو عن طريق العمل على تحقيق التسوية السياسية لمختلف الأزمات بالمنطقة استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بمقر المجلس وفد الحزب الشيوعي الصيني برئاسة ليشي عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب وأكد رئيس مجلس الشيوخ أن الزيارة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين مشيدا بما تشهده هذه العلاقة من تقدير واحترام متبادل وحرص على تحقيق المصالح المشتركة بما يخدم الشعبين المصري والصيني وشدد المستشار عبدالرازق على أهمية تطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين لافتا إلى أن ذلك سينعكس إيجابا بالتأكيد على كافة العلاقات الاقتصادية والسياسية والسياحية والتجارية بين الدولتين الكبرتين من جانبه أكد رئيس الوفد الصيني على دعم مصر في كافة جهودها لتحقيق رؤيتها عشرين ثلاثين لافتا إلى تقدير الصين للسياسات المصرية في مكافحة التطرف والإرهاب وكذلك دورها المحوري في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة وحفظ الأمن والسلم الدوليين أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي أهمية الدور الذي يقوم به صندوق التنمية الحضرية انطلاقا من رؤية الدولة نحو تطوير العمران القائم والحفاظ على الطابع الحضري للمدن المصرية جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية حيث استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى في إطار تنفيذ المرحلة العاجلة منها وتتم المرحلة في ثلاثة وعشرين موقعا بثلاث عشرة محافظة على مستوى الجمهورية وتشهد تنفيذ نحو واحد وستين ألف وحدة سكنية بنسبة تنفيذ تصل إلى اثنين وتسعين في المائة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على الدور المحوري لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر في دعم جهود دفع نمو هذا القطاع الذي يتيح المزيد من فرص العمل جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر حيث تم استعراض أعدادا من الموضوعات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في تعزيز دور الجهاز في تنمية المشروعات عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية لعرض رؤاهم بشأن تعميق الصناعات المعدنية وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أنه يجري العمل حاليا على تحويل عدد من المسابك غير الرسمية من أجل دمجها في الاقتصاد الرسمي عبر عدد من المحفزات التي يجري التنسيق بشأنها مع الحكومة وتعد غرفة الصناعات المعدنية واحدة من أهم الغرف في اتحاد الصناعات حيث تضم 1500 مصنع ومنتج وورشة وتقدر حجم استثماراتها بـ 800 مليار بنيه وتوفر نحو 350 ألف فرصة عمل مباشرة وما يزيد على مليون فرصة عمل غير مباشرة التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مع الأدميرال روب باور رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا تنول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين الجانبين التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأدميرال روب باور رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين كلا الجانبين وأكد القائد العام للقوات المسلحة على تقديره لعلاقات الصداقة والتعاون العسكري مع اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطي مشيرا إلى توافق الرؤى خول مختلف القضايا والموضوعات بما يساهم في دعم ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة فيما أشاد رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطي بالدور المحوري التي تقوم به الدولة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن بالمنطقة معاربا عن تطلعه لتعزيز أفاق التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية واللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطي وكان الفريق أسما عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد التقى الأدميرار روب باور والوفد المرافق له وتنول اللقاء علاقات التعاون في مختلف المجالات العسكرية حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة أتكلم من واقع خبرة مصرية فريدة لشعب قام بجهد جبار باستعادة دولته وإنقاذ هويته واختار أن تكون الدولة الوطنية القادرة والعادلة بابه للإصلاح وتحقيق تطلعات في الحرية والتنمية والكرامة موسيقى التقى وزير الخارجية سامح شكري بأعضاء بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في ختام أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الوزير الشكري توجه بالشكري للمندوب الدائم وأعضاء البعثة على الجهد والأداء المتميز في تنظيم المشاركة المصرية والدفاع عن مصالح مصر في مختلف أجهزة المنظمة استضف وزير الخارجية سامح شكري نظيره الأردني أيمن الصفضي والعراقي فؤاد حسين في إطار ألية التعاون الثلاثي وذلك بمقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك وبحث وزراء الخارجية الدول الثلاث سبل تفعيل التعاون في عدة مجالات اقتصادية وسياسية حيث تم الاتفاق على أهمية الانتهاء من المشروعات المطلوحة فيما بينهم والمبادرة بطرح أفكار ومشروعات جديدة وذلك في مجالات منها الربط الكهربائي والطاقة المتجددة والاتصالات والتجارة والصناعة وكذلك مجالات التعاون الأمنية والدفاعية هذا واتفق وزراء الخارجية على استمرار التنسيق فيما بينهم للإعداد للقمة الثلاثية القادمة والمقرر عقدها في القاهرة إلى ليبيا حيث أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا أحمد زويتن أنه لم يتم رصد أي وباء في ليبيا بعد الفيضانات التي اكتاحت شرق البلاد مشيرا إلى أن الاستعدادات مستمرة ضد تفشي أي وباء محتمل وأكد أن المنظمة وزعت أدوية الطوارئ بما في ذلك علاج الكوليرا وتعمل مع السلطات المحلية لضمان الوصول إلى الخدمات الصحية مشددا على أن الاستعدادات وعمليات التفتيش مستمرة ضد تفشي أي وباء محتمل ولفت المسؤول الأممي إلى أنه تم الإبلاغ عن مئات من حالات الإسهال في درنا لكنه أكد أن هذا الوضع عادي بالنسبة إلى مدينة كبيرة أعلنت السلطات الفلسطينية استشهاد شبين فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم نور شمس شرق طولكورم في سياق المتصل اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي جامعة بريزيت شمال رامالة وعتقلت ثمانية طلاب من جهتها طلبت وزارة الخارجية والمقتربين الفلسطينية بإجراءات أممية لتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني واتخاذ ما يلزم من الخطوات العملية لإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية في ضوء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة اختتم ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح زيارة رسمية للسطين استمرت عدة أيام غلب عليها الطابع الاقتصادي والتجاري مع توقيع عدة اتفاقات بين الجانبين وخلال الزيارة وقعت الدولتان اتفاقات عدة أهمها التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير التي تبنيه الكويت حاليا بالقرب من حدودها الشمالية مع العراق كما شملت الاتفاقات أيضا التعاون في مجال الإسكان والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية وإعادة تدوير النفايات ومعالجة مياه الصرف الصحي والطاقة المتجددة وبيان مشترك بشأن الخطة الخمسية للتعاون الثنائي بين الدولتين للسنوات 2024-2028 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ذكرت وكالة رويترز للأباء أن عدة سيارات مكدثة بالمدنيين تقترب من مركز اغاثة في قرية كوردنزور الحدودية الأرمينية القائمة أو القادمة من قرى في ناجورنو كرباخ يأتي ذلك في الوقت الذي نشر فيه موقع سيفل نات الإعلامي الأرميني صورا ومقطع فيديو لمن قال إنهم لاجئون أرمن وصلوا إلى أرمينيا من ناجورنو كرباخ وقالت قيادة الأرمن في كرباخ المعترف بها دوليا كجزء من أزربيجان إن من شردهم القتال هناك وسترافقهم قوة حفظ السلام الروسية إلى أرمينيا يلتقي رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان ورئيس أزربيجان إلهام علييف الشهر المقبل في إسبانيا وقال مجلس الأمن الأرميني إن اللقاء سيعقد في الخامس من أكتوبر في غرناطة بمشاركة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولف شارتس ورئيس المجلس الأوروبي شارلي ميشيل أكد رئيس أزربيجان إلهام علييف إن العملية الأذرية العسكرية في ناجورنو كرباخ خلقت ظروفا أكثر ملأمة لعقد معاهدة سلام مع أرمينيا وذكرت الرئاسة الأذرية أن علييف أبلغ الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لجنوب الققاز تويفو كلارا أنه تمت مصادرة الأسلحة والذخائر من إقليم كرباخ كما عثر على عدد كبير من المستودعات للأسلحة موضحا أنه سيتم إنشاء فريق عمل لمعالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة كما لفت رئيس أزربيجان إلى أنه سيتم ضمان جميع حقوق سكان إقليم كرباخ بما في ذلك حقوقهم في التعليم فضلا عن حقوقهم الثقافية والدينية والبلدية والانتخابية قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان إن بلاده مستعدة لقبول جميع سكان جرنو كرباخ من علقية الأرمن وأضاف رئيس وزراء أرمينيا أن التكتلات الأمنية التي كانت أرمينيا عضوا فيها لم تكن فاعلة وذكرت وزارة الصحة في أرمينيا أن سيارات إصعاف أجلت بعض المصابين من نجرنو كرباخ إلى يريفان إعادة دمج السكان الأرمن في منطقة نجرنو كرباخ بوصفهم مواطنين متساويين تأكيدات أعلنتها أزربيجان على لسان وزير خارجيتها جيهون بيرموف في كلمته أمام الجمعية العامة للأم المتحدة الوزير الأذري اعتبر ذلك مثابة فرصة تاريخية بالنسبة لأزربيجان وأرمينيا لإقامة علاقات حسن جوار والتعايش جنبا إلى جنب بسلام تصريحات تأتي عاقب قيام أزربيجان بشن عملية عسكرية خاطفة الأسبوع الماضي في هذه المنطقة الانفصالية ذات الغالبية الأرمينية إلى أن تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار الأربعاء الماضي بعد 24 ساعة من بدء الهجوم الأذري في غضون ذلك أعلنت باكو أنها تعمل مع روسيا على نزع سلاح قوات منطقة كارباخ من جهتها أكدت قوة حفظ السلام الروسية الموجودة في المنطقة أن الانفصاليين سلموا عددا من المدرعات ومئات القطع من الأسلحة الخفيفة والآلاف من قطع الذخيرة وكان الانفصاليون قد رأوا أن المحادثات بين السلطة في ناجرنو كارباخ والجانب الأذري والتي بدأت الخميس الماضي برعاية قوة حفظ السلام الروسية ستسمح بتنظيم عملية انسحاب القوات وضمان عودة المواطنين الذين نزحوا جراء الهجوم العسكري في تلك الأثناء دخلت أول قافلة مساعدات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر إلى كارباخ وذلك منذ الهجوم الخاطف الذي شنته قوات أذريبيجان على هذه المنطقة بعد عبور ممر لاتشين لتنقل خصوصا سبعين طن من المساعدة الإنسانية للسكان إلى الملف الأوكراني حيث أفاد الجيش الأوكراني بأن قوات الدفاع الأوكرانية دمرت 51 قطعة من المعدات العسكرية الروسية في قطاع تفريا خلال الـ 24 ساعة الماضية وأضاف الجيش في بيان أن وحدات المدفعية الأوكرانية نفذت 1116 مهمة إطلاق نار في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث تم تدمير 6 دبابات و11 عربة قتالية مدرعة وخمسة أنظمة مدفعية ومنظومة دفاع جوي واحدة كما تم تدمير أربعة مستودعات للدخيرة أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها أسقطت طائرتين بدون طيار أوكرانيتين بعد ظهر اليوم في أجواء مقاطعتي بيلجرود وكورسك الروسيتين المحاذيتين للحدود الأوكرانية وقالت الدفاع الروسية أنه تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم بطائرة بدون طيار على أهداف على أراضي روسيا وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرتين أوكرانيتين بدون طيار فوق بيلجرود وكورسك من جانبه ذكر حاكم بيلجرود أن الدفاعات الجوية أسقطت مسيارة أوكرانية لدى اقترابها من المدينة مضيفا أن الحادث لم يسفر عن وقع ضحايا أو أضرار جدد وزير الدفاع البريطاني جراند شوبس التزام المملكة المتحدة بدعم أوكرانيا مشيرا إلى أن لندن ستظل حليفة لكييف كما أكد أيضا أنه من الضروري للغاية اللي يتمكن الرئيس الروسي بلانمير بوتين من اقتحام ما وصفه بجر ديمقراطي دون عواقب ميدنيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية أسقطت مروحية أوكرانية من تراز مي ثمانية في دونياسك وذلك إثرى تحليقها بالقرب من مستوطنة كليشفيكا تسيطر حرب الطائرات المسيرة على المشهد في المواجهات الروسية الأوكرانية في ظل عدم تمكن أي من الطرفين من حسم المعركة على الأرض وتلقى كييف إلى تلك المسيرات عادة لأنها أقل كلفة من الطائرات أو الصواريخ كما يمكنها اختراق الأراضي الروسية لا سيما الحدودية بسهولة لا تزال حرب الطائرات الصغيرة بدون طيار هي المسيطرة على المشهد في المواجهات الروسية الأوكرانية في ظل عدم تمكن أي من الطرفين من حسم المعركة على الأرض خبراء في القوات الجوية لدى حلف النيتو يؤكدون أن التصدي لهذه الطائرات المسيرة مسألة معقدة نظراً لصغر حجمها وسرعتها فضلاً عن قدرتها على التخفي عن أنظمة الردارات ولكن الحل المعقد ليس مستحيلاً فشركات غربية عدة تسعى لحل هذه المعضلة من خلال التقاط الطائرة بدون طيار بشبكة ويرى كثيرون أنه ليس بالضرورة تدمير الطائرة بدون طيار لتحييدها ففي بعض الحالات من الأفضل الاستلاء عليها أو تحويل مصارها إذا كان تدميرها سيعرض القوات أو البنية التحتية للخطر ومن هذا المنطلق قامت شركات ألمانية بتطوير نظام للصيد الشبكي لطائرة بدون طيار ولكن ذلك يواجه مشكلة أساسية هي ضرورة رصدها أولاً إما باستخدام الردارات أو الكاميرات أو محطات المراقبة وفي هذا المجال لا تتعلق المسألة بالاستلاء على الطائرة بدون طيار بل التشويش عليها كون ذلك يؤدي إلى تعطيل الاتصالات مع مشغلها وهو ما يسمح بالتحكم فيها وإعادة توجيهها وتعظم استعمال الطائرات المصيرة أو الدرون مؤخراً لا سيما منذ تعصر الهجوم المضاد الذي أطلقته القوات الأوكرانية مطلع الصيف الحالي وتلجأ كييف إلى تلك المصيرات عادة لأنها أقل كلفة من الطائرات أو السواريخ كما يمكنها اختراق الأراضي الروسية خاصة الحدودية بسهولة اشتركوا في القناة كشف بنك جولدمان ساكس عن تأكيد شركات بطاقات الاعتمان لخسائر بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من 30 عاماً باستثناء الأدمة المالية الكبرى وتبلغ الخسائر حالياً 63 من 100 بالمئة فيما يرى جولدمان ساكس أنها سترتفع واحداً وثلاثة من عشر نقطة بالمئة مئوية إلى أربعة وثلاثة وتسعين من مئة بالمئة يأتي ذلك في وقت يبلغ فيه حجم مدينة الأمريكيين أكثر من تريليون دولار على بطاقات الاعتمان وهو رقم قياسي وفقاً لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمهوريين باتخاذ خطوات فورية للحلولة دون تعطل عمل الحكومة قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر وقال بايدن أن الاتفاق الذي تم توصل إليه بين القيادة الجمهورية في الكونجرس وإداراته في مايو سيمول أولويات الأمن الداخلي والقومي الأساسية وسيخفض عجز الميزانية بمقدار تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة توقع بانك جي بي مورغن أن تصل أسعار النفط إلى 150 دولار للبرميل خلال السنوات القليلة الماضية وتسببت أسعار النفط المرتفعة مؤخرا بسبب تخفيضات الإنتاج من جانب منظمة أوبيك وارتفاع الطلب في تأجيج المخاوف التضخمية كما أثارت مخاوف من أن معدلات الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول منذ أن بدأت الأزمة في أوكرانيا مطلع عام 2022 وتشهد أسواق الطاقة عالميا ارتفاعا في أسعار النفط والغاز مع توقعات بزيادات أخرى خلال الفترة المقبلة بنك جي بي مورغن رأى أن أسعار النفط المرتفعة حاليا لديها القابلية لمزيد من الصعود الفترة المقبلة لافتا إلى أن صدمات السعى الإنتاجية على المدى المتوسط والتحول بعيدا عن الاستثمارات في قطاع الهايدروكاربونات قد يقود سعر خام برينت في النهاية إلى 150 دولار للبرميل ويتوقع جي بي مورغن أن متوسط سعر خام برينت سيتراوح ما بين 90 إلى 110 دولارات للبرميل في 2024 وبين 100 و120 دولارا للبرميل في عام 2025 قبل أن يسجل 150 دولارا بحلول عام 2026 ووفقا لتلك التقديرات فإن التفاوت ما بين المعروض والطلب العالمي سيستقر عند 1.1 مليون برميل يوميا في 2025 ويزداد إلى 7.1 مليون برميل يوميا في عام 2030 وتسببت أسعار النفط المرتفع مؤخرا بسبب تخفيضات الإنتاج من جانب منظمة أوبك وارتفاع الطلب في تأجيج المخاوف التضخمية كما أثرت مخاوفا من أن معدلات الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول وتعد بيئة معدل الفائدة المرتفع لفترة أطول أحد العوامل الرئيسية وراء نظرة المصرف الأمريكي السعودية لأسعار النفط حيث يرى البنك أن تلك البيئة ستؤدي إلى كبحي لاستثمارات الرأس مالية المخصصة لاستكشاف وإنتاج الطاقة السادسة مستمرة وتتابعون فيها العشرات من شرطة لندن يرفضون حمل السلاح بعد تهم زمين لهم بالقتل في حادث إطلاق نار تهمت الفلبين قوات خفر السواحل الصينية بتركيب حاجز عائم في منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي وأدنى المتحدث باسم خفر السواحل الفلبيني بشدة تلك الخطوة قائلا أنها ستمنع قوارب الصيد الفلبينية من دخول المنطقة ويحرمها من أنشطة الصيد والمعيشة دخلت سفينتان حكوميتان الصينيتان المياه الإقليمية اليابانية بالقرب من جزر سينكاكو في بحر الصين الشرقي وظلت هناك لأكثر من 25 ساعة ووجه خفر السواحل الياباني تحذيرا إلى السفينتين بعدم دخول المياه الإقليمية اليابانية مجددا وتعد تلك هي المرة الرابعة والعشرين هذا العام التي ترصد فيها الحكومة اليابانية سفنا حكومية صينية في المياه الإقليمية لليابان حول جزر سينكاكو تظهر عشرات الألاف من المواطنين ضد عنف الشرطة في عدة مدن فرنسية حيث أصيب عدد من رجال الشرطة بجروح طفيفة في هجوم من استهدف سياراتهم وذكرت وزارة الداخلية الفرنسية أنه تم اعتقال ستة أشخاص في كل أنحاء فرنسا تحت شعار لا للعنف ولا للعنصرية خرج عشرات الألاف في تظاهرات ضد عنف الشرطة جابت مدن فرنسية عدة بينها باريس الشوارع تحولت إلى ساحات مواجهة بين المواطنين الفرنسيين وعناصر الشرطة ما أسفر عن إصابة عدد من رجال الشرطة بجروح طفيفة في هجوم استهدف سيارتهم وكان نحو مائة منظمة نقابية والسياسية وتجمعات أخرى من أحياء الطبق العاملة قد دعت إلى هذه التظاهرة التي حضيت أيضا بدعم مائة وخمسين شخصية سينمائية وبلغ عدد المتظاهرين نحو أكثر من ثلاثين ألف شخص في كل أنحاء البلاد بينهم تسعة ألاف في باريس وفق وزارة الداخلية التي أكدت اعتقال ستة أشخاص في كل أنحاء فرنسا في العاصمة وبعد انطلاق التظاهرة في أجواء هادئة تشكل موكب ضم مئات الملاثمين الذين خربوا وجهات فروع مصارف وألقوا حجارة على عناصر الشرطة المنتشرة في المدينة وهتف المتظاهرون بعبارات منددة بالشرطة ورفعوا شعار العدالة لنائل هذا المراهق الذي قتل في يونيو الماضي قرب العاصمة الفرنسية أثناء حاجز تدقيق مروري في واقع أثارت موجة من أعمال الشغب في البلاد هذا ولم تكن تلك التظاهرة الأولى في فرنسا حيث شهدت فرنسا موجة من التظاهرات منذ بداية العام فضلا عن عدد من الاحتجاجات العمالية ذكرت قوة شرطة لندن أن عشرات الضباط أعلنوا رفضهم تسير دوريات مسلحة بعد اتهام زميل لهم بالقتل في حادث إطلاق نار أدى إلى مقتل رجل أعزل العام الماضي وأكدت شرطة العاصمة أن العديد من الضباط الذين يحملون أسلحة نارية قالقون بشأن كيفية تأثير قرار الاتهام عليهم ورجح مصدر أن أكثر من مائة ضابط سلموا ما يعرف بتصريح يسمح لهم بحمل الأسلحة النارية طلب المستشار الألماني أولف شولتس من الحكومة البولندية توضيحا بخصوص الاتهامات الموجهة إليها بطلق أموال من المهاجرين مقابل منحهم تأشيرات دخول لأراضيها واستدعت برلين السفير البولندي لديها لمناقشة هذه المسألة وغنت بعض أحزاب المعارضة قد اتهمت الحكومة البولندية هذا الشهر بالضلوع في نظام يحصل بمجابه المهاجرون غير القانونيين على تأشيرة دخول لبولندا بشكل أسرع دون الالتزام بالضوابط اللازمة بعد دفع أموال لوسطاء بهدف احتواء الهجرة غير القانونية التي تمر عبر بولندا وجمهورية التشيك أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أن برلين ستدرس فكرة إنشاء نقاط تفتيش حدودية ثابتة الوزيرة الألمانية رأت أن نقاط التفتيش تلك يمكن أن تشكل وسيلة لمكافحة جريمة تهريب المهاجرين بطريقة أكثر قوة وزيرة الداخلية الألمانية أشارت إلى أنه سبق لها وعززت وجود شرطتها على طول الحدود مع البلدين المجاورين لاحتواء تدفق المهاجرين غير القانونيين في غضون ذلك طلب المستشار الألماني أولاف شولتس من الحكومة البولندية توضيحاً بخصوص الاتهامات الموجهة إليها بطلق أموال من المهاجرين مقابل منحهم تأشيرات دخول لأراضيها وهو ما أغضب الساسة في بولندا مع احتدام الجدل حول الهجرة في ألمانيا ويمثل هذا الطلب تصعيداً من جانب ألمانيا التي تشترك في حدودها الشرقية مع بولندا كما أنه يأتي بعد أيام من قول بعض المصادر إن بلين استدعت السفير البولندي وإن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر تحدثت إلى نظيرها البولندي بخصوص هذا الموضوع واتهمت بعض أحزاب المعارضة الحكومة البولندية هذا الشهر بالضلوع في نظام يحصل بموجبه المهاجرون على تأشيرات دخول لبولندا بشكل أسرع دون الالتزام بالضوابط اللازمة بعد دفع أموال لوسطاء ويمكن للقادمين إلى بولندا العبور بسهولة إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بسبب الحدود المفتوحة بينما نفت الحكومة البولندية تلك المزاعم شولتس أشار كذلك إلى أن ألمانيا قد تتخذ خطوات للسيطرة على الحدود مع بولندا حيث شهدت ألمانيا في السنوات الماضية توافدا كبيرا للمهاجرين وطالب اللجوء من سوريا وأوكرانيا ذكر المركز الوطني الأمريكي للأعصير أن العصفة المدارية أوفليا تحولت الآن إلى منخفض مداري وأكدت هيئة الأرصاد الجوية ومقرها ميامي أنه تم إيقاف جامع التحذيرات من هبوب العواصف المدارية المتعلقة بأوفليا مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عاتية أدت إلى فيضانات وانقطاع للطيار القهربائي على نطاق واسع وصلت العاصفة المدارية أوفليا إلى اليابسة لتكتاح ساحل المحيط الأطلنطي بالولايات المتحدة هيئة التقس الوطنية الأمريكية أعلنت أنها أصدرت تحذيرات من العاصفة المدارية والفيضانات لما يقرب من ثمانية ملايين شخص في إقليم الأطلنطي الأوسط الممتد من نيويورك إلى الساوث كارولينا وبعد وصول أوفليا إلى اليابسة بالقرب من إميرالد آيل بولاية نورث كارولينا شرق الولايات المتحدة تحرقت العاصفة المدارية نحو الداخل في مصار شمالي حيث تسببت في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية وأضافت هيئة التقس أن بعض المناطق تشهد أمطار يصل منسوب مياهها إلى 25 سنتيمترا ورياحا تزيد سرعتها على 80 كيلو متر في الساعة مما يؤدي إلى حدوث فيضانات عارمة في أجزاء من ولاية نورث كارولينا كانت مدينة واشنطن في ولاية نورث كارولينا من أكثر المدن تضررا إذ أظهرت لقطات مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وصول مياه الفيضانات إلى المنازل وغمرت السيارات جزئيا في مناطق من المدينة الواقعة على ضفاف نهر بامليكو كشفت وزارة الصحة والسكان عن تقديم 334.382 خدمة من خلال حملة 100 يوم صحة أمس في جميع محافظة الجمهورية ودعت الوزارة جميع المواطنين التوجه لمقارات تقديم خدمات الحملة وأماكن تمركز العيادات المتنقلة للاستفادة بخدماتها أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إتاحة مواد تعليمية وتدريبية للمناهج الدراسية لجميع الصفوف الدراسية للعام الدراسي 2023-2024 والتي يمكن للطلاب تحميلها مجانا عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وأوضحت الوزارة أن هذه المواد التعليمية والتدريبية تم وضعها من خلال كوادر تعليمية متميزة وتساعد على إتاحة أقصى درجات التحصيل للطلاب بالتكامل مع الكتب المدرسية وذلك بهدف تقديم شرح مبسط وأكثر تفصيلة يأتي ذلك في إطار حزمة الإجراءات التي تهدف للتخفيف عن كاهل الأولياء الأمور ومساعدة الطلاب على تحقيق أقصى معدلات التحصيل الدراسية أقامت مؤسسة حياة كريمة احتفالية في محافظة الدقاهلية بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة وشهدت الاحتفالية عروضاً ترفيهية ومسرحية بلغة الإشارة لمساعدة الأشخاص ذوي الهمم كما قدمت المؤسسة عدداً من الخدمات لدعم ذوي الإعاقة السمعية وصلت القافلة الطبية التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة بقرية عرب الشنبلة بمركز أبنوب بمحافظة أسيوت وصلت أعمالها في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية ونجحت القافلة على مدار يومين في توقيع الكشف الطبية على 1800 مواطن في عشرة تخصصات طبية وتم صرف العلاج لهم بالمجان النهاردة احنا في قفلة طبية بيبدأ المواطن المصري بياخد الاستمارة دي مجاناً دي بمسابة كرت التعريف ليه فيها كل البيانات بتاعته وبعكاية بيتجه للتخصص اللي هو محتاجه احنا بنفحص المواطن فحص كويس قوي وبنحدد اذا كنا محتاجين تخصص تاني بنبعثه بنفس التذكرة او بنحتاج تحاليل طبية فمعنا ما اعمل على احدث المستوى وفيه كل التحالي الطبية وبرضي بالمجان او بنعمله اشعات وبعكده بنحدد هل هياخد علاج وبإذن الله هيبقى كويس قوي او بيكون فيه ناس عندهم امراض مزمنة ده بنعمل لها قرارات نفق الدولة عشان تصرف العلاج بالمجان وعشان المواطن المصري بيستحقوا كل شيء كويس عندنا الأدوية لجميع التخصصات العلاجية بطنة جراحة عزوم أنف وأزن بنخدم جميع التخصصات وعندنا هنا في العربية العلاجية كل الأدوية لجميع التخصصات وعندنا برضو بنقدم خدمة التحاليل والأشعة للمرضى بنقدم الخدمة الطبية كاملة خالص للمريض بحيث ان كل حاجة بيلاقيها ان شاء الله هنا في القفل الطبية والآن مع جولة لأهم أخبار المال والأعمال الجولة الاقتصادية وأخبار المال والأعمال ورجائي رمزي إليك رجائي شكرا يوسف شكرا شروق مشاهدين أخبار المال والأعمال والأعمال نتابعها وأياكم في هذه الجولة الاقتصادية ذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية أن شركة أنابيب البترول بدأت في إنشاء خطوط جديدة لنقل البترول بطول يقترب من 600 كيلو متر بتكلفة استثمارية تزيد على 11 مليار جنيه وذلك لدعم كفاءة عمليات النقل وتوزيع المنتجات البترولية بمختلف مناطق الاستهلاك جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة أنابيب البترول حيث أشهد وزير البترول طارق الملة بالدور المحوري للشركة في تطوير الشبكة الوطنية لنقل البترول نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منتشر من أنباء حول إلغاء قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل سيتم تطبيقه اعتبارا من الأول من أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر المقبل وأوضحت وزارة التجارة أنه تم إرغاء تنفيذ القرار لعدة أيام حتى يتسنى الانتهاء من تسليم كافة شحنات البصل المتفق عليها مسبقا للمصدرين تتوجه أنظار العالم خلال الساعات القليلة المقبلة إلى مدينة شرب الشيخ حيث تنطلق اقتماعات البنك الآسيوي للإستثمار في البنية التحتية وذلك لأول مرة بالقارة الإفريقية وبمشاركة 106 دول من أجل تحقيق التنمية المشاملة والمستدامة تتناول جلسات الاجتماع السنوي العديد من القضايا أبرزها ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود وأيضا بناء شراكات لتعزيز بنية التحتية الصحية العالمية وتعبئت الموارد لتمويل المناخ وتعزيز دور القطاع الخاص في مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وإفريقيا فضلا عن جلسات أخرى وندوات مختلفة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اصدر مركز المعلومات ودعم انتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددا جديدا من مجلة بوصلة السياسات وهي اصدار غير دوري يهدف لمتابعة تطورات السياسة العامة حول العالم صلت مركز المعلومات في اصداره الجديد الضوء على منصات السياحة الموحدة التي تم اطلاقها كأحد اوجه رقمنة قطاع السياحة بجانب خطوات بناء واطلاق منصة السياحة الموحدة وذلك بدءا من متطلبات عمليات تطوير المنصة وصولا الى هيكل المنصة واشر المركز الى جاهزية مصر لبناء منصة مماثلة تشمل تقنية البحث الذكي والذكاء الاجتماعي فضلا عن الجهود التي بدلتها الدولة مؤخرا وذلك في اطار تطوير قطاع السياحة ارتفعت قيمة الصدرات المصرية للصين مسجلة 1.8 مليار دولار وذلك خلال العام 2022 مقابل 1.5 مليار دولار خلال العام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها تقريبا 25% كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري ما بين مصر وصين لتصل الى 16.2 مليار دولار خلال العام 2022 وذلك مقابل 15.9 مليار دولار خلال العام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.2 في المئة حول اهم مجموعات سلاعية صدرتها مصر الى الصين خلال العام 2022 جاء الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بالمركز الاول وإلى اسواق المال حيث ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبرصة نحو 12 مليار جنيه ليصل الى تريليون 368 مليار جنيه بعد تداولات في سوق الأسهم بلغة 2.1 مليار جنيه ووصل مؤشر البورصة المصرية الرئيسي مكاسبه القوية لدى إغلاق التعاملات مدعوما بعمليات شراء ملحوظة من قبل المستثمرين على جانب وأيضا العرب سواء في الصندوق والمؤسسات أو الأفراد فيما مالت تعاملات الصندوق المحلية نحو البيع ونشطات أسهم قطاعات الخدمات المالية البنوك الأسبدة وأيضا الاتصالات اختفع مؤشر البورصة الرئيسي إي جي اكس ثيرتي بما نسبته 0.66 في المئة مسجلا 20213 نقطة هو أعلى مستوى له في تاريخه بينما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إي جي اكس سيفينتي خسائر هامشية بلغت تقريبا ما لا يقل عن 0.2 في المئة في المئة ليصل إلى 3827 نقطة فيما سجل مؤشر إي جي اكس وان هندرد وهو الأوسع نطاقا ربحا نسبته 0.10 في المئة مسجلا 5680 نقطة أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على تباين بعدما ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادية الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام انخفض المؤشر القطري بما نسبته 0.3 في المئة متأثرا بتراجع جميع القطاعات تقريبا على رأسها الأسهم المالية فيما خسر المؤشر الكويتي 1.6 في المئة متكبدا خسائر للجلسة السابعة على التوالي مع تراجع معظم القطاعات فيما ارتفع المؤشر البحريني بمقيمته 0.1 في المئة نهاية هذه الوقفة الاقتصادية عودة مجددا إلى الزبلاء شروء ويوسف شكرا لك رجائي يشارك 12 ألف رياضي ورياضية في دورة الألعاب الأسيوية إحدى كبرى الدورات الأسيوية في التاريخ والتي تتخذ منهجا فريدا من حيث الحفاظ على البيئة ويتنافس المشاركون ومن بينهم أبطال عالم وأولمبيات من أجل الحصول على ميداليات في أربعين رياضة يبدو أن الصين الدولة الأقوى اقتصادا وأحد أكبر الدول الصناعية تأثيرا على المناخ قررت أن تقيم دورة ألعاب أسيوية تحفظ لها ريادة التحول للأخضر فقد التزمت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأسيوية التاسعة عشر القادمة باستضافة الحدث الرياضي الكبير في ثوب أخضر وزكي ومقتصد من خلال تنفيذ تفاصيل استعداداته ففي حمام السباحة بمركز هانجتشور الرياضي الأولمبي تم تركيب مائتين وعشرة أنبي بضاءة لتوجيه الضوء الطبيعي إلى الملعب مما يمكن أن يوفر مائة ألف كيلو وات ساعة من القهرباء كما تتمتع ملاعب دورة الألعاب الأسيوية في هانجتشور والمرافق ذات الصلة بإمدادات طاقة خضراء بنسبة مئة بالمئة وبالإضافة إلى الطاقة الخضراء المولدة من طاقة الرياح البحرية والطاقة الشمسية المولدة في المقاطعة يأتي معظمها من المقاطعات الوسطى والغربية وفي عملية الإعداد لدورة الألعاب الأسيوية في هانجتشور كان التوفير يشكل الأولوية دائما فمن بين 56 موقع للمنافسة تم بناء 12 موقع حديثا فقط بينما تم إعادة تصميم الباقي من الأماكن الحالية أو كونها أماكن مؤقتة لتضرب الصين بهذه الدورة مثالا متميزا كدولة مسؤولة بيئيا انتهت نشراتنا وإلى تذكير بالعنوين الرئيس السيسي يستقبل وفدا صينيا رفيعا مستوى ويؤكد دوافر فرص عديدة لتحقيق الاستفادة المتبادلة بين البلدين مدبولي يؤكد أهمية الدور الذي يقوم به صندوق التنمية الحضرية في تطوير العمران القائم والحفاظ على الطابع الحضري للمدن موجات نزوح ضخمة للفرينة من ناجون كرباخ تصل أرمينيا ولقاء أرميني آذري برعاية أوروبية في إسبانيا الشهر المقبل انتهت النشرة السادسة دمتم في رعاية الرحل إلى اللقاء